مثال عن المشتريات ومرضوداتها ومصمحاتها ومصرفاتها فيما للعمليات التي تمت بمنشاة الأحمدي للتجارة خلال شهر جمادة الأول كانت هناك مجموعة من عمليات الشراء والرد والسماح وكذلك مصرفات النقل والمطلوب إثبات هذه العمليات بدفتر يومية منشاة الأحمدي نتناول هذه العمليات عملية عملية ونتناول كيفية إثبات هذه العمليات في دفتر يومية منشاة الأحمدي يوم واحد خمسة تم شراء بضاعة بمبلغ 30 ألف ريال نقدا وهذا هو تصطير دفتر اليومية نلاحظ الآتي أنه يوجد عملية شراء وبعد كلمة شراء توجد كلمة بضاعة وهذا يعني أن هذه العملية يعبر عنها بحساب اسمه حساب المشتريات وهو مصروف والمصروف مدين وعند زياداته يصبح مدين إذن الطرف المدين في هذا القيد هو حساب المشتريات نلاحظ من جهة أخرى أن السداد تم نقدا ونقدا هذا يعبر عن الصندوق أو حساب النقدية وحيث أنه أصل والأصل مدين وعند نقصه يصبح دائن إذن الطرف الدائن في هذه العملية هو حساب الصندوق إذن من حساب المشتريات بمبلغ 30 ألف إلى حساب الصندوق بمبلغ 30 ألف إثبات شراء بضاعة نقدا يوم واحد خمسة العملية الثانية في 3 خمسة تم شراء بضاعة على الحساب من شركة النور بمبلغ 100 ألف نلاحظ أيضا أنه توجد كلمة شراء وبعدها كلمة بضاعة وبما يعني أن هذه العملية تمثل مشتريات بضاعة ويعبر عنها بحساب المشتريات والذي يكون مدين عند عمليات الشراء أما نلاحظ أيضا في الجانب الآخر أن هذه العملية تمت على الحساب إذن الطرف الآخر هو شركة النور وتسمى دائنون وحيث أن الدائنون تمثل خصم والخصم بطبيعته دائن وعند زيادته أيضا يصبح دائن إذن الطرف الدائن في هذه العملية هو الدائنون شركة النور إذن من حساب المشتريات بـ 100 ألف إلى حساب الدائنين شركة النور بـ 100 ألف أيضا إثبات شراء بضاعة بالأجل يوم 3 خمسة العملية الثالثة في 10 خمسة تم رد وهنا نلاحظ كلمة رد جزء من البضاعة المشتراة من شركة النور لمخالفتها للمواصفات قيمتها 20 ألف ريال بناء على ذلك فإن كلمة رد وكلمة مشتراة تعني أن هذا يؤتم التعبير عنه بحساب مرضودات المشتريات وهو عكس حساب المشتريات فإلما تكون المشتريات مدينة يكون هذا الحساب دائن وبكده نكون حددنا الطرف الدائن لكن من هو الطرف المدين؟ الطرف الآخر للقيد هو شركة النور والتي عبرنا عنها تحت اسم الدائنون حساب الدائنون وحيث أننا نخفض المبلغ المستحق علينا كمنشأة لشركة النور فإنه عند تخفيض الدائنون الدائنون خصم دائن ولتخفيضه يصبح مدين إذن الطرفين في هذا القيد هما حساب الدائنون وحساب مرضودات المشتريات إذن من حساب الدائنين شركة النور 20 ألف إلى حساب مرضودات المشتريات 20 ألف رد جزء من البضاعة المشتراة بالأجل لشركة النور يوم 10 خمسة العملية الرابعة في 15 خمسة تم السماح بمبلغ 5000 ريال من قيمة بضاعة مخالفة بدلا من ارتجعها وحصل المبلغ نقدا إذن نلاحظ هنا أن الطرف الأول هو حساب مسموحات المشتريات لأننا نتكلم عن كلمة سماح إذن مسموحات المشتريات عكس المشتريات والمشتريات مدينة إذن مسموحات المشتريات تكون دائم المبلغ تم تحصيله نقدا بما يعني أنه أودع في الصندوق والصندوق مدين وعند زيادته فإنه يصبح أيضا مدين بناء على ذلك فإن الطرف المدين في هذه العملية هو حساب الصندوق من حساب الصندوق 5000 إلى حساب مسموحات المشتريات ب5000 إثبات مسموحات مشتريات نقدية لأنه تم تحصيل المبلغ نقدا 15.5 وبناخد خطة علشان نفصل العملية عن العمليات التالية يوم 5 تم سداد مبلغ نلاحظ كلمة سداد عبارة عن مصروفات نقل المشتريات وهذا المبلغ تم سداده بشيك إذن لدينا حساب هو حساب مصروفات نقل المشتريات هيسمى باسمها وحيث أنه مصروف فإن أي مصروف طبيعته مدين وعند نشآته أو عند زيادته يكون أيضا مدين إذن الطرف المدين في هذه العملية هو حساب مصروفات نقل المشتريات السداد تم بشيك بما يعني أنه خرج من حساب البنك والبنك أصل وعند تخفيض الأصل فإنه يصبح دائن إذن الطرف الدائن في هذه العملية هو حساب البنك إذن من حساب مصروفات نقل المشتريات بـ 15 ألف إلى حساب البنك 15 ألف إثبات سداد مصروفات نقل المشتريات بشيك يوم 25 وبذلك يكون قد انتهى المثال ترجمة نانسي قنقر